السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في بدي جديد رحت اشاري ميني بيزا للولاد بيحبوها لقيتها وصلت 60 جنيه كيلو طب ليه عدد جبت نصف كيلو من الدقيق بتمانية جنيه وعملت منه 2 كيلو لربع ميني بيزا طحفة جدا زي ما انت شايفة كده احلب كتير من اللي بنشتريها من برة وهشة وعجنتها قطنية ومحتاجتش خالص غير شوية مية وشوية دقيق تبعيني الانهاية مع الطريقة ومع المقادير بقسيطة جدا جدا اسكري لا صلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام وانقول بسم الله الرحمن الرحيم مع المقادير وطريقة التحضير اول حاجة ما تنسوش اللايك يا بنات معينا نصف كيلو من الدقيق نصف كيلو دقيق هنحط عليه معلقة كبيرة من السكر ونصف معلقة صغيرة من الملح كيس من الخميرة الفورية لو عندك حليب بودرة حطي تلاب معيني كبار لو ما عندكيش ما فيش مشكلة خالص مش هنحط بعد كده هنحط معلقتين كبار من الزيت ونقلب المكونات مع بعض وهنبتزي ناجم بمية دافية شوية بشوية لغاية ما تتكون عندنا المكونات بالشكل ده وتتجمع وتبقى العجينة ملزقة شوية كده هنسيبها تختمر ويتضايف حجمها ولو جوا برد هندفي الفرن ونقفله ونسيبها تخمر جوية عشان تخمر بسرعة خلاص اختمرت عندنا وبقيت جاهزة هنبتزي لاستخدمها هنمسك بقى العجينة نعملها كلها كور على حسب حجم الميني بيتزا اللي حبات حضاريها انا بحب بعملها كبيرة شوية عن اللي بنشتريها منبرة يعني بتبقى منجزة اكتر وفي نفس الوقت يعني تبقى الواحدة كده ايه مش باعة حلوة هعمل بقى كل العجينة كور بالشكل ده واغطيهم واسبهم عشر دقيقة يعني ادخل بقى التلجة كده واشوف ايه اللي موجود فيها واجيب ايه اي بوقت اللي جا حطها على الوش اول حاجة طبعا الكاتشب لو ما عنديش كاتشب وعايز تستخدمي سالسة بيز ده تستخدمي براحتك بس الكاتشب دايما اسهل هبتدي اعمل كل الكور ابططها بالشكل ده وحطها على صناية طبعا انا عندي الفرن بتاعي صغير فاستخدمت صواني كتير فانت لو عندك صوت كبير كده تقدري تحطي فيه يبقى احسن وبعد كده خرمتها بالشوكة وحطيت الكاتشب وركنتها عشر دقيق تخمر بعد العشر دقيق هبتدي حط بقى الوش اي حاجة موجودة عندي في التلاجة شوية بمزرلة شوية زيتون شوية فلفل لو ما فيش مزرلة ممكن تستخدمي جبنة رومي ممكن تستخدمي آآ شدر ممكن ما تستخدميش جبن براحتك خلاص كده هركنها عشر دقيق تخمر قبل ما دخلها الفرن دخلتها فرن سابق التسخين على درجة حرارة متين وبقى الجهز عندي على طول ده جزء من الكمية طبعا زي ما قلت لك هي ادت اتنين كيلو لربع من يبين بيزا فده جزء منها والباقي لسه في الفرن اما يتعاملها والريوليج لوقتي عملت جنبقة احلى كوب بيت آآ نسكة فيه فيش بقى اسهل من كده ولا اروع من كده شايفة الجمال بجد عجناتها هشة جدا زي القطن ما بنشتريهاش من بره خالص تكون مخدومة وشكلها حلو كده او هشة كده خلط بها بقية الكمية في الفرن ووريالك زي ما قلت لك انا عندي الفرن صغير فحتاج تدخل صوان كتير خلص كده دي بقية الكمية من لكم يمساعد